أكدت عضوة مجلس النواب عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف على أهمية تطوير العمل النقبي في مصر مشيرة إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على أوضاع العاملين وأوضحت شريف أنها تقدمت بمقترحات تتعلق بالعامل والنقبي وصاحب العمل الذين يمثلون الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية ويمكن إحنا في التنصقية دمان بنؤمن بالتدريب والتثقيف وبنقول إنه الإنسان لو عاش عمره كله مش هينتهي ولا هيزهق من التعلم عشان كده دايماً بنقول التدريب العامل المفروض يتدرب يتدرب على كيفية اختيار أصلاً النقبي اللي يقدر يقضي له مصلحته يخلص له مشكلته يقدر يتفاوض بشكل كبير وبشكل صحيح وسليم النقبي لابد أنه يتم العمل على تدريبه وتثقيفه بشكل مستمر دايماً ولا يتوقف مدام هو مستمر فيه العمل النقابي طب ليه؟ عشان يقدر أنه يحل مشكلات العامل عشان يقدر أنه يتعامل مع صاحب العمل عشان يقدر أنه يتفاوض كمان مع صاحب العمل ويقدر أنه يوفق بين العمل وصاحب العمل هو حلقة الوصل المهمة جدا